بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الآذان وآخر هذه الأبواب التي وقفنا عندها وتكلمنا بصوذية كان باب إجابة تكبير وافتتاح الصلاة قال الإمام البخاري رحمه الله باب إجابة تكبير وافتتاح الصلاة بإجابة تكبير وافتتاح الصلاة أن مفتاح الصلاة التكبير مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يبدأ يدخل إنسان إلى الصلاة بتكبيرة الإحرام وذكرنا أنه يتعين هذا القول الله أكبر الله أكبر هو قول متعين في تكبيرة الإحرام وأن تجبيرة الحرام تأتي من قيام تأتي من قيام فقال باب إيجاب التجبير وافتتاح الصلاة وذكر أروايات أرواي الأولى كانت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن قال أنس رضي الله عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلاة وقاعد قال فصلينا قعودا ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحم والرواية الثانية أيضا كانت رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرسا فجحشا فصلى لنا قاعدا قال فصلينا معه قعودا ثم انصرفها فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحم وإذا سجد فاسجدوا وآخر هذه روايات التي ذكرها الإمام بخاري رحم الله تحت باب إيجابة تكبير وفتتاح الصلاة كانت رواية عن أبي ريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحم وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون فبين الإمام بخاري رحم الله من خلال هذه روايات إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وأن تكبير المأموم تأتي بعد تكبير الإمام فلا يسابق الإمام ولا يسوي فلا يسابق الإمام ولا يسوي إذا المأموم هو تابع للإمام تابع للإمام فلا ينتقل من حركة إلى حركة إلا بعد انتقال الإمام إلى هذه الحركة إنما جعل الإمام ليؤتم به ثم ذكر هذه التفاصيل حتى لا يختلط الأمر على المأمومين فذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف نطبق هذا الكلام بعدما قال هذا الإجمال ذكر التفصيل إنما جعل الإمام ليؤتم به مفهوم الكلام أنني كمأموم لا أنتقل من حركة إلى حركة إلا بعدما يقوم الإمام بهذه الحركة وأن المأموم ينبغى أن يتبع الإمام في حركاته وكذلك في انتقالاته من حركة إلى حركة فلكنه ذكر أيضا التفاصيل فإذا كبر فكبره المقصود بها تجبيرة الإحرام تجبيرة الإحرام يبقى تحرمها التجبير وتحللها التسليم يبقى كيف ندخل الصلاة يبقى بتجبيرة الإحرام يبقى تجبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ويأتي بها الإنسان قائما ويتعين قول الله أكبر يبقى ليس هناك قول أساسا يقوم مقام ذلك القول ولكن يتعين قول الله أكبر لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهنا أيضا في هذه الواقعات ذكرى التفاصيل قال فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جليسا أيضا فصلوا جلوسا أجمعون وإذا صلى الجليس فصلوا جلوسا أجمعون وقال فإذا كبر فكبروا يبقى بيكلم على تجبيرة الإحرام وأنها ركن الأركان وأن تجبيرة المأموم يعني لا تأتي إلا بعد تجبيرة الإحرام وإذا ركع فارفعوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال يسمع الله من حميدة فقلوا ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد وإذا سجد فسجدوا يبقى ذكر التفاصيل كيف تم المأموم بالإمام وكان الشاهد من هذه الوايات فإذا كبر فكبروا إذا كبر فكبروا يبقى تجبيرة الإحرام بتنعقد بها الصلاة الركن من الأركان ويتعالى لها قول الله أكبر ثم ذكر الباب التالي وباب رفع اليدين في التجبيرة الأولى مع الافتتاح سواء خالباب رفع اليدين في التجبيرة الأولى مع الافتتاح سواء ذكر الرواية عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع دي حظ من كبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر ركوع وإذا رفع رأسه من ركوع ورفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود يتكلم على رفع اليدين رفع اليدين مع التجبيرات وعي لنا المواطن التي نرفع فيها اليدين مع التجبيرات سواء كانت الكلام عن تجبيرة الإحرام أو تجبيرات الانتقال أو تجبيرات الانتقال فذكر في الباب الأول باب رفع اليدين في التجبيرة الأولى مع الافتتاح سواء باتكلم على رفع اليدين مع تجبيرة الإحرام وطبعا هذا رفع سنة تجبيرة الحرام ركن من أركان الصلاة لكن رفع اليدين سواء كان في تجبيرة الإحرام أو في تجبيرات الانتقال التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم أو نقالها لنا الصحابة رضي الله عنهم في وصفهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بتأتي في مواطن ليس مع كل تجبير التنتقال بيرفع اليدين لكن هنعلم أنه كان يرفع اليدين إذا ركع وإذا رفع منه الركوة يعني كان يرفع اليدين مع التجبير في هذه الترجمة رفع اليدين في التجبيرة الأولى مع الافتتاح السواء يعني متى يرفع اليدين يبقى يرفع اليدين مع التكبير يبقى على ذلك الموافقة بين تكبيرة الإحرام وبين رفع اليدين أي أن يكون هناك مقارنة بين رفع اليدين وبين تكبيرة الإحرام أو أن يكون الرفع سابق ثم يكبر ثم يكبر لكن لا يكبر ثم يرفع اليدين يبقى الأصل كده أن رفع اليدين يأتي بالمقارنة مع تكبيرة الإحرام وكذلك مع الركوع ومع رفع الركوع كما سنعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع هديه إذا ركع ويرفع هديه أيضا إذا رفع من الركوع في هذا الترجمة رفع الهدي في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواه فقال عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رفع هديه حظه من كبه إذا افتتح الصلاة هذا المقصود أن مع تجبيرة إحرام يرفع اليدين يرفع اليدين حذب من كبايه كما قال وكما بيّن ابن عمر رضي الله عنه قاله إذا كبر الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا هذه المواطن أو الحركات التي يتم فيها رفع اليدين مع التجبيرات مع تجبيرة الإحرام وأيضا مع تجبيرات الانتقال ولكن هذا الأمر مقيد بالركوع وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود يبا كان يفعل ذلك في السجود يبا بيذكر كده يعني صلوا كمر أيتموني وصلي يبا لابد من حرص الإنسان على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى يبا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى مع تجبيرة الحرام في رفع اليدين حزم من كبين كما بيانت الروايات وكذلك أيضا يرفع اليدين عند تجبيرة الانتقال للركوع وكذلك عندما يرفع من الركوع بيرفع اليدين مع التحميل وكان لا يفعل ذلك في السجود أيضا ذكر الباب التالي باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع يذكر هنا هذه الترجمة بالتفاصيل يترى متى يرفع المأموم اليدين وكذلك صفة الرفع بيذكرها بعد ذلك يذكر لنا متى نرفع اليدين مع حركات الصلاة فهي المواطن والأمر الثاني أيضا يترى صفة الرفع كيف تكون صفة الرفع وعشان يبقى الاتباع كيف نتبع يبقى المطلوب دايما لما تمسك بالسنة ولمتثل للسنة هو أن تؤدى أيضا بالصفة والكيفية التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم ما بقاش هم الإنسان أن يتعلم السنة فقط ولكن أنا أتعلم السنة وكيفية الأداء يعني هذا أمر من أموره الهمة جدا أن أنا أتعلم كيفية الأداء لا أقف بقى عند السنة ثم أرى كيف أطبق أنا التصور التطبيق أنا كده دون الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كما أنه بنرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال كذا أو قال كذا وكذلك فعل كذا يبقى الفعل دايما لابد أن يكون عندنا تصور صحيح والتصور الصحيح لا يكون إلا برجوعنا لكيفية تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الكلام ده مش حيبقى فقط في رفع اليدين ولكن بصفة عامة أي سنة احنا بنتعلمها يبقى نبغي كده ابحث في المقابل كيف اتصور بقى التطبيق عندما اتصور التطبيق ليس المطلوب من الانسان هو ان يتخيل كيف يطبق كده من خاصة نفسي ولكن نرجع الى السنة كيف طبق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك قال باب رفع اليدين اذا كبر واذا ركع واذا رفع ثم ذكر روايا ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الصلاة فعديه حتى يكون حذو من كميه وكان يفعل ذلك حين يكبن للركوع ويفعل ذلك اذا رفع رساله من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود يبقى رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام ودين بتفعل مرة واحدة ومع تكبيرات الانتقال في الركوع والرفع من الركوع ودين بتفعل مه كل ركع من الركعات يبقى رفع اليدين عند الركوع وعند رفع من الركوع يبقى دين مع كل ركعة يبقى رفع اليدين مع تكبيرات الاحرام بيتتم مرة واحدة يبقى لما بنتخل الى الصلاة يبقى في حركات مكررة في الركعات وفي حركات لا تكرر تفعل في الصلاة مرة واحدة كذا الحال كما قال ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة يبقى بيكلم على افتتاح الصلاة رفع يدي حتى يكون حذل منكبين وكان أفعل ذلك حين يكبر الركوع يبقى رفع يدي حذل منكبين ثم كبر وقرأ وبالتالي انتهى من قراءة حينتقل الركوع بيكبر تكبيرة الانتقال يرفع فيها اليدين ثم بعدما ركع يرفع من الركوع ويقول سمع الله لي من حمدة أيضا يتم رفع اليدين لما يرفع منها الركوع أما بالنسبة للسجود فلا يكبر لا يكبر حتى يهوي سجدا ولا يكبر حتى في الجلسة بين السجدتين يعني ولا يكبر قال ويفعل ذلك في السجود ثم ذكر رواية عن خالد عن أبي قلابة أنه قال أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا رضي الركوع رفع يديه وإذا رفع رصيرك ورفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا هذا ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم يتكلمون عن رفع اليدين في الصلاة وإن رفع اليدين بيتم أولا إذا قاموا الصلاة مع تكبيرة الإحرام والأصل فيها المقارنة بين الرفع والتكبيرة أو أن يكون الرفع ثم التكبير لكن التكبير ثم الرفع قالوا هذا لم يرد هذا لم يرد يبقى رفع اليدين أفضل صورة هو المقارنة بين الرفع والتكبير وذكر أيضا يبقى معه حين يكبر الركوع وحين أيضا يرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمد ولا يفعل ذلك في السجود يبقى العبودية تقدر الإنسان أن يقف عند حدود ما أنزى الله عز وجل وحدود ما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم يطرى الفرق من الركوع والسجود الفرق من الرفع من الركوع والسجود على ذلك هنا يتم رفع اليدين إلا لا يتم رفع اليدين وبالتالي العبودية تقدر الاتباع أن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه سواء كان من أقوال أو كان من أفعال وبالتالي لا تصور الإنسان التطبيق إلا بعدما يرجع إلى السنة ويقف على كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا قبل ذلك في مسألة الشراب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس الشراب ثلاثا قلنا البعض حريص جدا على هذه السنة حريص جدا لكن في الحقيقة لما ابترى التطبيق مخالف تماما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عنده حرص لكن الحرص ده مش كفاية يعني لا نكتفي بحرصي الشديد على اتباع السنة وأنا أطبقها يعني كما أرى لا ارجع كده دائما للسنة كيف نطبق السنة يبقى كما أنها سنة وأنت حريص على اتباعها والتمسك بها يبقى أيضا لابد من حرص الشديد على أداء السنة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده الأمر احنا أضرب لكم مثلا قلنا على أساس الأمر ده احنا بنرى دايما يعني في مثالة الشراب يبقى يحقق هو العدد لكن لم يحقق كيفية فهو لم يستنب هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الحرص موجود فالنية الصالحة لتصلح العمل الفاسل نية صالحة وكذلك عمل على منهاج النبوة يبقى لازم يكون نية صالحة هتقترم بعمل على منهاج النبوة لو جاء العمل على غير منهاج النبوة فعلى ذلك يرد حتى لو كانت نية صاحب ذلك العمل نية حسنة أو صالحة فالعمل لا يقبل إلا إن كان صوابا أي موافق للسنة وأيضا خالصا لله تبارك وتعالى ثم ذكر الباب التالي وهو باب إلى أين يرفع يديه يبقى يتكلم على صفة الرفع إلى أين يرفع يديه وقال أبو حمين في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو من كباه أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيته النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع ذي حين يكبر حتى يجعلهما حذو من كباه وإذا كبر الركوع فعلى مثله وإذا قال سمع الله لمن حمد فعلى مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجد يبقى رفع اليدين حذو من كبين المنكب فيه له الكاتف يعني هذا المنكب هو يبقى حذو المنكبين يوزيها يبقى لما يجي يرفع اليدين يرفع اليدين حذو المنكبين وفي بعض روايات حتى يحاذي بها فروع أذنيه يبقى على ذلك قال يبقى ظهر الكف محاذي لمن كبين وبالتالي يرفع الأصابع يبقى الأصابع وكان يبحث في فروع الأذن يبقى حذو المنكبين يبقى يرفع هذا الرفع يبقى هذا يحذو المنكبين وكذلك يبقى أطراف الأصابع يبقى موازية محاذية لفروع الأذن يبقى ده الرفع قلنا البعض بيرفع كده إذوبك رفع بسيط وبالتالي يخفض اليدين هذه ليست السنة السنة أنه كان يرفع دي حظه من كبير كل الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا هذا الكلام يعني نقلوا ما فيش رواية عن الصحابة كده أنه رفع رفعا لا رفع حظه من كبير يبدأ رفع السنة ده تطبيق السنة امتثال السنة ولابد أن احنا نعلم أن امتثال الإنسان للسنة وإخراج السنة بالصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لها تأثير في إيمان الإنسان ما هو الإيمان يزيد إيه وينقض بيزيد بالطاعات فين بقى الطاع هنا يبقى أنا ما برفع يبدي قدرة اتباع أرفع هذا حظه من كبير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع قلنا لو رفعا بسيطا ده بيسمى رفعه لكن هذا ليس برفع المقصود رفع المقصود بحظه من كبير ودائما لما بنخرج العمل فعلا على منهج النبوة بتجد هذا الأثر في نفسك في داخلك قلنا دايما الأعمال حتى لو كانت أعمال ظاهرة لكن لها تأثير في أعمال الباطن قلنا فيه ترابط وبالتالي الطور شطر الإيمان هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الوضوء لأثر داخل النفس الوضوء لأثر داخل الإنسان كذلك أيضا حتى حركات الصلاة لها تأثير على باطن الإنسان ولكن متى أخرجنا ذلك بالصورة والصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك عقد الإيمان بخارين رحمه الله هذه الترجمة باب إلى أين أرفع يديه يأكد على هذا المعنى أنه يبقى دائما معنى مطلوب دايما وأي إنسان بيجي يتكلم عن السنة لابد أن يؤكد على قضيتين لابد أن أنا أؤكد على قضيتين لما نجي نتكلم عن السنة يبقى ننبه كده يبقى السنة لأن البعض بيفهم السنة يبقى إن فعلها يبقى يثاب إن تركها لا يعاقب ولا يلام فإحنا بنهوم من شأن السنة عند الناس لكن لما نجي نتكلم عن السنة قبل نتكلم عن السنة أن نتكلم عن قضية الاتباع عن قضية الاتباع وإن العبد لو أرد فعلا أن ينأسك الجنة فعلى ذلك ليس لنا إلا هذا الطريق الذي سلكاه النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم أن أي سنة بنفعلها يخط ونخطو بها إلى الجنة ونؤكد أيضا أن قضية الاتباع عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما فرقوا بين الواجب والمسنون ما كانش لحال الصحابة لكن كان عندهم عنوان اسمه الطاعة وعنوان اسمه المعصية بغض النظر بقى صغيرة ولا كبيرة كلها تندرك تحت المعصية الطاعة إن كانت واجبة أو مسنونة كلها تندرك تحت الطاعة والصحابة أحرص الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما فعل وأن يتركوا ما ترك وأن يتكلموا بما تكلم به وأن يسكتوا عما سكد عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويقولنا دي قضية الاتباع أي قضية الاتباع عشان أن نفذها يبقى فيه كده أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأترك ما ترك أتكلم بما تكلم به أسكت عما سكد عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الترجمة الترجمة الاتباع فعلى ذلك البعض ينظر في قضية الاتباع إلى بعض الطاعات وبيترك البعض الآخر فننتبه كده خاصة للسنة لأن السنة البعض يقلل من شأنها وكأنه يزد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي على ذلك لابد أن نؤكد أن الطريق إلى الجنة يبقى في اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان مسنون أو كان واجب سواء كان مندوب أو كان فريضة يبقى لا نفرق لا بين المسنون ولا بين الواجب كل ذلك طاع الله سبحانه وتعالى وكذلك يبقى ده المسألة الأولى دايما لما نيجي نتكلم عن السنة بنحتاج إلى تأكيد مش تأكيد لمرة واحدة ده التأكيد الدائم على أهمية السنة في حياة الإنسان وأن السنة بتنظم حياة الإنسان السنة تنظم حياة الإنسان على الأن ذكرنا قبل ذلك يعني أن هذا رجل الذي أساء في صلاته يبقى قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي قلنا ليه كان بيطرق ركن الطمأنينة وركن الطمأنينة ده مش ركن منفصل ده ركن بيأتي مع كل ركن عملي في الصلاة قلنا لو كان الرجل ده بيحافظ بس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر الوارد مع الحركات لا على ذلك أتم الطمأنينة يبقى أتم ذلك الركن يبقى لو كان بيحافظ بس جده يبقى في الجلسة مثلا لا يطمأنة لما بيجرس بين السجدتين يبقى هو لو علم ايه الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة بالسجدتين مجرد ان هو يحافظ على السنة كده هتقيم له ذلك الركن لما بيرفع كده يبقى حتى يعتدل قائما يبقى لو كان بيحافظ بس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر الوارد في الرفع هنجد ان هو يقيم له ذلك الركن يبقى الركن ده هنقيمه ازاي اقول لك حافظ على السنة يبقى لو حد سألني كده يعني ركن طمان يعني إزاي يا طرى أعلم أنني قد اتمنى أنت في الصلاة أقول لك حافظ بس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار وردها مع الحركات وإحنا ذكرنا قبل ذلك أيضا السنة منجية للإنسان منجية للإنسان هذه قصة الدجال كما ذكرناها قبل ذلك وأن السنة قالت لما نوتل بالنهرين يا طرى نشرب من أي نهرين فالعين تقول تشرب من النار الذي تراه ماء بارد والسنة تقول فلتشرب من النار الذي تراه نارا فأنه ماء بارد هذه السنة هتنقذ الإنسان من فتنة الدجال وكذلك أيضا يعني هنشرب من أي نهرين قلنا شوف الحسة بتاعتي أنا مش بتاعت غيري بتاعتي هتقول لي اشرب من النار الذي هو ماء بارد وده الأمر المألوف عندنا لكن السنة تقول لك ايه اشرب من النار الذي تراه نارا فأنه ماء بارد هذه السنة السنة بتقول لنا كده يعني إيكاء الثقاء وتغطية الإناء يطرى ليه يعني هل يطرى عشان الحشرات في البيت لا عشان فيه ليلة في السنة بينزل فيها وباء من السماء لا يمر بثقاء ليس عليه وكاء ولا إناء ليس عليه الغطاء إلا ونزل فيه من ذلك ولا وباء السنة بتعصمني تحمينا فأنت تفعل السنة يبتخيل كده فيه سنة ليلة في السنة ينزل فيها وباء من السماء لا يمر بثقاء ليس عليه وكاء ولا يمر بأنها ليس على الغطاء إلا ونزل فيه من ذلك الوباء كما يقول الإمامنا ورحمة الله والوباء ده غالبا يفضي إلى الموت غالبا يفضي إلى الموت إلا اتباع السنة يعصمك اتباع السنة هيعصم الإنسان فلابد دايما كده لما نجي نتكلم أو نعلم الناس أمر السنة إياك أن تهوم من شأنها وإياك أنك أنت تتكلم أن السنة دي يبقى المندوبات مرتبة غير هذه المرتبة غير مرتبة الواجبات والفضل لا هذه طاعات وبالتالي كل سنة ما هي إلا خطوة أخطو بها إلى الجنة وأبتعد من خلالها عن النيران وكذلك الاتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أتبعوا إزاي هتبعي في الواجبات وأترك السنة ده الاتباع على إطلاقي فليحظى الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وصيبهم عذاب أليم وبالتالي مخالفة نسان للسنة كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي كان يأكل بشمالي لما قال لا أكل بأمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت فما رضا إلا فيه دعا عليه وشو اللي تهدي ذلك الرجل وبسبب مخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإحنا دايما كده نحتاج إلى التأكيد الدائم على هذا المعنى مش معنى أن أقوله مرة واحدة لا ده معنى لابد من التأكيد عليه الدائم لابد والأمر الثاني أيضا ننبه إن السنة كما جاءت وقالت أن تنافس الشربي ثلاثا بيّن لنا كيف نحقق هذا الأمر يبقى مش حنتصوره أنا بعقلي أو برأيي لا التصور لابد أن يكون من خلال امتثار تفعيل النبي صلى الله عليه وسلم خلال تفعيل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لذلك الصحابة تأكيد الصحابة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يبقى إحنا عرفنا إن فيه رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام رفع اليدين عند الرقوع عندما نرفع من الركوع وحياتي برضك الكلام عندما يقوم من الثانية إلى الثالثة يبقى ده نرفع اليدين لكن السؤال اللي بعد كده يا تارى أرفع اليدين كيف أرفع اليدين حذب قال حذب المنكبين يبقى أدل رفع المسنون هذا هو الرفع لذلك باب إلى أين يرفع إليه وقال أبو حميد في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذوا من كبين وإيضا ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع إليه حين يكبر حتى جعلهما حذوا من كبين وإذا كبر ركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله من حمده أي رفع من ركوع وقال سمع الله من حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود يبقى لا يفعلها في السجود ولا مع أن طبعا كل حركة المتضاقة اللي هي يبقى بتجبيرة تجبيرة الانتقال يبقى في تجبيرة الانتقال لما يأوي من القيام بعد الرفع إلى السجود يبقى بيكبر لكنه لا يرفع اليدين لما بيرفع من السجدة الأولى ليجلس الجلسة بين السجدتين يبقى بيكبر ولكن لا يرفع اليدين لما يجي يسجد السجدة الثانية يبقى بيكبر لكن لا يرفع اليدين إذا قام من الأولى إلى الثانية يبقى برضك هنا يكبر لكنه لا يرفع اليدين يبقى مش مع كل تكبير الانتقال يتم رفع اليدين ولكن يتم رفع اليدين يبقى مع تكبير الركوع لما ننتقل من القيام بعد القراءة إلى الركوع وكذلك لما نرفع من الركوع يتم رفع اليدين عند التحميل لكن غير ذلك يبقى في باقي حركات الركعة مع وجود تكبيرة انتقال لكن لا يتم رفع اليدين هذا هو الاتباع ثم ذكر الباب التالي وباب رفع اليدين إذا قام من ركعتين قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر رضي الله عنه إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم هذا كلام ده ليس من فعل ابن عمر رضي الله عنه ولكن يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر في الصلاة كان يرفع يديه وإذا ركع كان يرفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمد كان يرفع يديه وإذا قام من ركعتين أيضا كان يرفع يديه يبقى دي المواطن التي يتم فيها الرفع يبقى فيه رفع بيتم مرة واحدة وهي في تكبير مع تكبيرة الإحرام وأيضا مع تكبيرة الانتقال من الرقعة الثانية إلى الثالثة يبقى دي لا تكرر أما بالنسبة لكل الرقعة يبقى عند الركوع يبقى نكبر ويتم رفع الهدي عندما نرفع من الركوع سمع الله من الحمد يبقى ده رفع متكرر مع كل رقعة من الركعات الحرص الشديد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى مش قول فقط نحن نردده ولكن لابد أن يكون فعلا انتثالا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن الصحابة رضي الله عنهم كما أن أذان الصحابة كانت صاغية لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أبصار الصحابة أيضا لم تنصرف عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ينفذ ويمتثل لهذا الأمر ثم ذكر الباب التالي هو باب وضع اليمنى على اليسرى يبقى وضع اليمنى على اليسرى الكلام ده حال القيام يبقى بعد تجبيرة الإحرام ورفع اليدين مع تجبيرة الإحرام بعد ذلك يطرى هنرسل يدين ولا أين نضع اليدين قال باب وضع اليمنى على اليسرى ثم ذكر وعن سال بن سعد رضي الله عنه أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع رجل اليد اليمنى على ضراع اليسرى في الصلاة قال وحادم لعلم إلا يمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل يم ذلك ولم يقل يمي قال يبقى وضع اليمنى على اليسرى يبقى وضع اليمنى على اليسرى أعلى الصدر يبقى يضع اليمنى على اليسرى أعلى الصدر يبقى راحة اليمنى بتبقى على كف اليسرى على كف اليسرى وبالتالي بينشر الأصابع على الساعد بينشر الأصابع على الساعد يبقى يضع يده اليمنى على ظهر كف اليسرى وبينشر الأصابع بعد ذلك على الرزق والساعد على الرزق والساعد يبقى الرزق ده العظمة التي توصل بين الكف والساعد يبقى بينشر بعد ذلك يبقى باطن اليمنى يضحها على ظهر اليسرى هنجد أن الأصابع كده تبا منتشر على ذلك الساعد ويقبض على الرزق بالإبهام والخنصر إبا ده حال الإنسان لما يقف في الصلاة أين يضع اليدين إبا يضع اليمنى على يسرى أعلى الصدر أعلى الصدر فقال سهل بن سعد رضي الله عنه كان الناس يؤمرون أن يضع ردل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلم إلا يمي ذلك إلى النبي أي يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل يمي أي أنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قالوا أن هي هيئة وضع اليد اليمنى على اليسرى يبقى يضع ردل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة يبقى ده المقصود أنه يضع اليمنى يبقى بطن اليمنى على ظهر كفه اليسرى وبالتالي سينشر الأصابع مع القبض على الرزق ثم ذكر الباب التالي وهو باب الخشوع في الصلاة قال باب الخشوع في الصلاة قال في رواية على بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتها هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني أراكم من وراء ظهري قال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترون قبلتها هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لأراكم من وراء ظهري أيضا ذكر رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعده وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم قال أنس رضي الله عنه فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقيموا الركوع والسجود نتم الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعد أي وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم يبقى ينبه الصحابة رضي الله عنهم على مسألة الخشوع في الصلاة أصلا كده الخشوع يبقى فيه خشوع باطني فيه خشوع ظاهري وبتكلم على خشوع الظاهري الخشوع في الأركان في الأركان وما هي المفترض أنها ما هي إلا صدى لخشوع القلب لذلك رب سبحانه وتعالى كما قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الخشوع ده بيرى على بدني قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أصلا الخشوع ده يبقى عمل قلبي يظهر على بدني الإنسان وهنا بتكلم على خشوع الإنسان في الصلاة يرى هذا الخشوع في صلاة العبد يرى خشوعه من خلال أيضا الأبدان أو الأركان لذلك قال الإمام بوخري رحمة الله باب الخشوع في الصلاة وبين هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله ما يخفى علي رقعكم ولا خشوعكم وإني أراكم من وراء ظاهري وقال أيضا أقيم الركوع على السجود فوالله إني أراكم من بعد ظاهري إذا رقعتم وسجدتم ونرجعنا الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتفي ذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر